الموس الشوكولاتة نستخدمه للشيز كيك كريمة الشيز كيك تحفة الموس الشوكولاتة نستخدمه كطبقة بديلة للشيز كيك زي المواس كده طبقة موس إن هو يبقى تحت طبقة كيك وعليها طبقة الموس في إما في أوليب صغيرة يإما تتحط في الصنية اللي هي بتتفتح وبعد كده تتجرنش هنشوفها النهاردة تتزين أو تتجرنش إزاي بأسها لطريقة ده اللي هنعمله النهاردة طريقته سهلة وبسيطة جدا تكلفته زيرو بالنسبة اللي بنجيبه مبارة تكلفته زيرو ده اللي هنعمله بس قبل ما نطلع الفاصل اللي هقولوك هحط الحليب وهدوب معاه النشا والسكر على البارد وهحطهم على النار عشان لما تيجوا نشوف هنعمل فيهم إيه ما تحرمش منك طب هننزل مقادير الموس قبل ما نطلع علشان نعرف هنشتغل فيه إزاي وإنتو مش موجودين معايا اتنين لتر من الحليب أربع معالق كبار من النشا ربع كباية سكر بضرة ميتين وخمسين جرام كباية أسفتها كباية سكر بضرة ميتين وخمسين جرام شوكولاتة خام ميدوبينها على حمام بخار زي ما انتو سيفين كده بالشكل ده مصوا كده في منتهى الجمال اللي بقى احنا محتاجين حليب نشا سكر بودر إيه اللي هيحصل دلوقتي وفي الفاصل هحط الحليب وهدوب فيه السكر البودر وهدوب فيه النشا على البارد وبعدين أرفحهم على النار على ما يبدأوا يتقلوا تكونوا رجعتولي من الفاصل عشان نزود عليه الشوكولاتة ونسوف هنقدموا الزيق واتروحوا في أي حتة ومستنياكوا بعد الفاصل جاءنا من الفاصل زي ما وقتولك قبل ما نطلع الفاصل هعمل ايه هنعمل مص الشوكولاتة حطيت الحليب مع السكر مع النشا وقلبتهم على البارد الأول وبعد كده رفعتهم على النار علشان مع سخنية الحليب يبدأ الخليط يتقل معنا هنسيبوا يتقل شوكولاتة مص الشوكولاتة معنا بدأ يتقل النشا والسكر البودر والحليب ما حطناهش أزياد من كده وكل شوية نقلب علشان يوصل للصمك اللي احنا عايزينه ويكون النشا بتاعتنا بدأت إن هي تشكل أهمة عن موس نرجع نشوف بقى هنعمل الموس الشوكولاتة إزاي ونقدمه إزاي والحليب اللي احنا قلنا على إن احنا بنعمل موس الشوكولاتة حطناها عليها طبعا للنشا والسكر وداوبناهم على البارد بعد كده رفعناهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما الخليط نبدأ يتقل معنا رح تضيفه لقل متل وخمسين جرام من الشوكولاتة الخامل وزابة على حمام بخار بالشكل ده كده ونقلب فيها لحد ما يتقل الخليط معنا لقينا إن هو خفيف كده لنا طب نعمل إيه؟ فيه فرق أنا كست بيت أو كواحدة بتشتغل في المطبخ مقتنعة جدا إن فيه فرق بين النشا زي ما فيه فرق بين كسافة الدقيق فيه فرق في النشا يعني إيه فيه فرق في النشا يعني يقولك إيه؟ هاتي النشا من العطار الفلاني عشان النشا اللي عند العطار الفلاني التاني ما بتشكلش بسرعة بردة مش إن انت مجرد ما تستخدمي منها معلقتين مقدار اللي انت عايزاه تلاقيها شكلت معاكي على طول ده اللي بيحصل معنا صح ولا مش صح؟ طيب علشان كده لو لقيت إن انت حطيتي الخليط على النار وبدأت إن هي ما تشكلش معاكي ما فاش أي مشكلة إن انت تجيب نص كباية من المياه أو نص كباية من الحليب لو عندك حليب ما فاش أي مشكلة هنجيب نص كباية من المياه نحط فيها معلقتين نشا كمان وندوبهم على البارد بره قبل ما نحطهم للخليط الصخر ندوبها على البارد نروح ضيفهم للخليط مع التقليل المستمر علشان نوصل للصمك اللي احنا عايزينه بصوا كده معايا الصمك كده هل ده صمك موس شوكولاتا؟ لا بس أنا متأكداً لأنا لو سيبته شوية هيتقل معايا وممكن الحل اللي أنا لسه إلهولكم إن احنا نشكل شوية نشا على البارد ونزودهم للخليط مع شوية مياه هيتقلوا على النار وتوصل للصمك اللي احنا عايزينه الصمك بتاعنا صمك المهلبية بعد ما بتبرد الصمك بتاعنا بتاع الموس هو صمك المهلبية بعد ما بتبرد يعني صمك تقيل وبعد كده بنبدأ إن احنا نغرفه لو احنا هنستخدمه في بولات لوحده كده الصمك يا جماعة ده من الصمك الموس الموس بيبقى أتقل من كده شوية بس أنا عارفة متأكداً لو سيبناه شوية هيتقل معايا ويوصل اللي انا عايزينه انتو عندكم لازم انتو تعملوه صمك المهلبية تقيل شوية ونستخدمه بقى نعمل بيل موس نعمل طبقة جاتو طبقة عليها طبقة موس من فوق ونسيبها تجمد في التلاجة وبعد كده لما تطلع ممكن إن احنا نزينها التزيين اللي انتو عايزينه بالشكل ده كده يتحط بقى في التلاجة بتقدم بارد الصمك اللي أنا عم ندوّد كده يعني أنا حس إنه هو بيتقل شوية بشوية فممكن لما يتحط في التلاجة هيتقل تاني الوش بتاعه بدأ قوي ينشف معايا بعد كده إن هو هيتقل زيادة نقرب كده عايزين بقى بعد ما نخلص صب الموس بتاعنا ده نقلب الكيكية بتاعتنا أنا حطيتها في الفريزر شوية علشان تهدى بسرعة علشان ألحى إن أنا أقلبها لكو بسم الله بسم الله طيب ممكن نقلب الكيكية يا فاندي كده ممكن بقى إن إحنا عندي كمان لو عندي لها البسكوتات الويفر اللي هي الفانيليا دي هتبقى حلوة تهيالي مفيش أسهل ولا أطعم ولا أحلى من اللي إحنا عاملين وضغط كده عملنا هقول لك على حيك يا سلام يا سلام نفتح يا رايسة هي إيه رأيك نفتح يا رايسة نفتح يا رايسة ماشي كده تحيري مستعمل لك تعالوا بقى كده بتجلي